موسيقى سكران يا تي إثعة عفو تفضلي حد ايه ده معكش فكة؟ لا ما نسقيك 2 جنيه من أول مبارح بتقصولي يا بط ما تحرمش سلام يا تيفة انت بطبق وردية ولا هي عاشة؟ فكك مني يا حوضك مش نقصاك طب ما تخديني معك لفة لحد الميدان لا دي ما كان حلال يا بورا بجد او النعمة يعني ما بشتلش حشاشيين يا بيت الحشيش مش حرام يا بيت حتى اسأل الشيخ سيد اه حتى انت يا توك توك وعليش بكرة توفرج من واسعة وتفتح بابها عالآخر حلوطك وانت قافل يا قاسد يا دنيلا السود علي وبعدين معاك يا حوض احنا مش هنخلص بقى ولا ايه؟ بيدك يا أمر انت اللي في ايدك تخلصنا وانت اللي في ايدك تريحنا لا يا حبيبي انا مرتاحة كده وزي الفل خليك انت بص في حالك كدب في اصل وشك يا موحة علي النعمة انت عايزاني وعينك مني بالاصول بالاصول يا حدى وبشارة يا ربانا مش في الحواري كده والسكك ونصاص الليالي طب ما احنا فيها يا بيتة هو امكو في المستشفى والبيتة هو فاضي والجو جميل ها قلت ايه بقى؟ بسم انت مش مكسوف من نفسك انت عايز تستغل النمي قاعدة في المستشفى بقى لها شهر باخويا اللي بيموت ده واحد كده يا خلط رازي فيا في الراحة والجاية معذور يا نوحة معذور والعشق مدوخ نابت العشق لا يا حبيبي ده الحشيش اللي مدوخة فوق يا فيبريشن فوق فوق وتعدل كده زي ابوك المحترم ده الرجل يعاني شاين نفسه بالعافية ودايخ كده وطفح المرة عشان يربيك مش عشان يا اخويا في الاخر تتستل وتقطع كسله في النسواء ابويا كان عمال لي ايه هنا ابويا يا بيتة بامية طب انت امك سيباكي في قلب الحارة وقاعدة جنب حتة العيل في المستشفى انما انا بقى عمال لي ايه قاعد يربي في كلاب الباشا وسيبن انا هنا زي الكلب لا علام ولا قرش ولا حتى مبروك يا سمسيما السياسة نواري مبروك يا سمسيما السياسة نواري مبروك يا استاذ نعم لا ابدا ناس انا متعودة على اسكار الكرآن الصفحة قبل المنزل وكده يعاني طبعا طبعا لك حقيقة خافية على نفسك العيون كلها عليك النهاردة موض التساغلات ما بتخلص وعلى ايه كل ده يعاني النقلة كبيرة يا استاذ انت مستهونة اقول لا لا الحياة انا مش شايفة اي حاجة تسادة اللي حسد يا استاذ عائل يمكن لقى ان دي اول درجة في سلم تموحي مش اكرا فين الورق فين الورق اه ايوه تعالي ايه وارق ايه بقى اللي احنا محتاجينه ايدي شهرت الميلاد ايدي شهرت الميلاد ايدي شهرت التفخر ايدي شهرت التفخر فين بقى ام الفيش ده يا شيخ ده انا مطلعاك 6 مرات اهو في تاريخ ايه بقى يا دي النيلة ده خلص ادي اول غرامة واحد فيش مستعجل محتاجين ايه كمان؟ زيك يا شيريه؟ الحمد لله حضرتك شيريه ان انت تقدريك العام جايد جدا؟ مظبوط وفي سنة ثالثة كمان عاشر درجات فرق بين الانتياس عظيم مسكنة فين بقى في السيدة نافيسا شيريه؟ ساعتاشر حرط الدرويش تقدمت قبل كده في الخارجية والقضاء والجاز المركزي؟ مظبوط حضرتك لكن ما حصلش نصيب بقى شيريه هو والدك بيشتغل فين؟ مش واضحة وفي الملف عندي في الصرف الزحي في الصرف الزحي في الصرف الزحي وظيفة ادارية ولا حاجة تانية؟ نزح نزح في الصرف الزحي شكرا يا شيري هلا بنتسل لك إن شاء الله بابا بابا هيا بابا 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 هتنور العينين مش تطفيها ونتاهيها عمي كشيريني صدقني يا بابا نكون حسابي هاكلها بمزاج المرة دي بس على الله تكوني بتجذب علي اخسارة طلعت بتجذب أشو شو لا خالص ده أنا كنت بجهد كنت بتقليبي في الماضي ده فترك الهديم عشان توجعي نفسك ليه يا بنتي؟ يعني تعالي خمس سنين تعطعي في نفسك في المحاكم واسم الشرطة والنيابات وتحفري بإيدك واسنانك ورجليك عشان توصلي للنجاح ولما النجاح يجيلك لحد عندك تعكريه بالهم والحزن ده أنا مش بعكره أنا بأكد عليه يمكن ربنا يبقى قوصد يفكرني بأيام الزل والهوان والفجل عشان أحس بتعمل نجاح يلقى أنا والزل الكلام ده صعب أهو يا بنتي الراجل مننا بيبقى أنا عليه يغطح نفسه عشان يشوف ابنه بيكبر قدامه ويتعلم ويلاقي نفسه براجل فوسط الناس ما يقولوش أبدا في باله إنه ممكن هو يجبقى اللي بيكسر عين ابنه يا بابا ما تقولوش كده بتقضيها اللي سالي لو كان أقصدي حاجة زي أنا أعرف إن انت بتقصدها عشان أنت أعرف بسيئة الحقيقة هم مش رفضوا تعيينت عشان أبوكي توصفيهم كلهم ملعون أبو الشغل اللي يجيلي عشان بنت ثابت ولا مزير ولا قاضي أنا أبوي الأشرف رجلي في الدنيا ولو مش عجبهم يولعوا بجاز يا بابا يا بابا عشان خطري افرح من قلبك بقى بنتك رفعت راسك بنتك بكرة هتقعد على أكبر وأشياء مكتب فيك يا مصر هاي هاي لا يا سلمان هو ده الشبل اللي أنا كنت مترعن عليه أنا كنت متأكد إني هشوف ده تبروفاشنا بس الحقيقة أنا أنا كنت متوقع نتيجة أقل من دي يا فندم أنا لسه ما عملتش حاجة أنا قلت بس يا سخن عشان سيادتك تشوف درجة حراط الشغل وتتأكد من حماسي أنا أعرف طبعا إنها معلومات مبدئية وتقريبا معروفة للكل بس أسلوب الدراسة وتحديد النقط السخنة في الملف هاي لا سلمان شكرا يا رئيس هو ده بقى بالزبط اللي أنا كنت محتاجه في الملف إن إحنا هنتك على الأماكن الضلمة والدهليز المخفية في حياة طيمورية كان مولاده مش بالنشاطات المعلانة أو صفقات البزنس والسياسة آه بس الحقيقة قال يا رئيس الراجل مؤسسة حربية محصنة من كل الجهاد لما مولاده حواليه وما بيسمحش حتى أن موسى تعجل من باب القصر ماشي بتحلي شغلك عشان نقدرك بزياده والله العظيم أبدا يا رئيس أنا بقولي الحقيقة وحتى لو مش الحقيقة حقك حقك وحيوصلك الثلاثة إن موسى اللي تقدر تعدي من باب طيمورية كان وترجعلي بنقطة من دمه تاخد مني كل اللي إيه حيسان لا نقطة إيه يا رئيس أنا وياملالك يسبح له إن شاء الله هو ده طب بس يعني أنا كان عندي سؤال صغير ممكن؟ أهد فطل شمان عائلة تايمورية كان بالتحديد اللي سيادك مهتم بيها يعني البلد مليانة رجال أعمال كتير عليهم علامات استفهم يا سلمة أخرت يوم في السؤال ده ده أنا كنت مضحق أنك تسألي سؤال ده من بادر يومي ما أنا يا رئيس ما برداش هأرهق حضرتك بالفضول اللي جوية عموماً أنا هجاوبك على السؤال ده بس بعدين بعدين هجاوبك إجابة ترضي الفضول اللي بواكي وتريحك بس دلوقتي خلينا في التنفيذ بما إن الجدولتي أبطال مسرحيتك وعملتي لكل باطل فيهم باندي مستقل أسألك أنا بقى نويت ابتدي بمين؟ أكثر مغموطاً يا رئيسي مارغريت